اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حرصة واهتمام المجلس على تحقيق التعاون والتبدل العلمي والمعرفي مع مختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية ايمانا بأهمية التطوير والتحفيز المستمر للكوادر البشرية والاستثمار في فرص التدريب النوعية وتحقيق القيمة المضافة العلمية الى جانبي رفض اعمال مجلس الشورى بالدعم والمساندة اللازمة من اجل تمكينه لاداء مهامه المؤسسية بالشكل المطلوب جاء ذلك بمناسبة توقيع مجلس الشورى وكلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وبهذه المناسبة اشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالمكانة المرموقة التي تبوأتها بولي تيكنيك البحرين في المجال الاكاديمي والمعرفي وساماتها المنشودة او المشهودة في اثراء الحركة العلمية بمملكة البحرين من خلال تخريج الكوادر التي تمتلك موفرا متميزا من الكفاءة والخبرة ما اكسبها ثقة عالية من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة من جانبه اثنى سعادة الشيخ هشام بن عبدالعزيز الخليفة رئيس مجلس امنا بولي تيكنيك البحرين على الاهتمام البالق الذي يليه مجلس الشورى بالتدريب المستمر لموظفيه وفتح افاق ارحب للتعاون مع المؤسسات الاكاديمية لتبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية مؤكدا حرص بولي تيكنيك البحرين على تقديم افضل الخبرات والتجارب في مجال التدريب والتطوير في مجالات علمية شتى والشراكة في مجال الدراسات والابحاث المتخصصة هي مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين كلية البحرين البولي تيكنيك ومجلس الشورى استمرار لتعاون قائم ما بين الجهتين في مجال تبادل الخبرات ونقل المعرفة البولي تيكنيك الآن صار لها عشر سنوات من تقديم خدمات تعليمية متميزة وعملية في نفس الوقت فهذه أعتقد هي الدافع الأساسي لقيام مجلس الشورى الموقع بالتواصل مع البولي تيكنيك على أساس أن نقدم الخدمات التعليمية فهو نوع من التعاون بيكون التعاون ما بيننا على مستوى الطلبة بحيث أنهم يحضرون يستفيدون من البيئة العملية الموجودة في المجلس وهي أساساً اللي احنا نقوم عليه دائماً نحاول نعطيهم خبر عملية أكثر فالتعاون إن شاء الله مستمر واليوم تم إعطاء إطار قانوني ولكن نحن تعاون بيننا وبين المجلس النواء الشورى من زمان